أثمين صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون النصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تمنياته للرئيس القبرسي المنتخب بالتوفيق والسداد في قيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار على كافة الأصعدة كذلك خلال اتصال هاتفي أجره الرئيس السيسي مع رئيس قبرس الجديد نيكوس خريستو دوليدس لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا لقبرس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكد خصوصية علاقات الصداقة المصرية القبرسية ومتانتها والتي تتأسس على قاعدة صلبة من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة فضلا عن استنادها على إرث غني ومتنوع من التبادل الإنساني والتمازج الحضاري الممتد مع الأعراب عن التطلع لاستمرار تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة القادمة في ظل قيادة القبرسية الجديدة وأضف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي أعرب عن بالغ التقدير للرئيس القبرسي المنتهية ولياته نيكوس أنستاس يادس لدوره المحورية في تعزيز أواصر الصداقة المصرية القبرسية خلال سنوات توليه لمنصبه متمنيا له كل التوفيق والسداد تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية وخلال الاجتماع وجه مدبولي بالسرعة توفير الأراضي الصناعية التي طلبها عدد من المستثمرين الأتراك في لقائه معهم وأشار رئيس الوزراء إلى ما تتخذهم مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات خاصة قطاع صناعة ومن ذلك العمل على توفير الأراضي الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع في القائم منها بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره البرتغالي جواو كرافينيو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبولي دفعها قدما في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا وخلال اللقاء تمنى شكر التعاون والتنصيق المتبادل بين البلدين في مختلف الأطر الدولية منوها بمواقف البرتغال الداعمة للمواقف المصرية في المحافلة الدولية وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الوزيرين اتفقوا على أهمية الإبقاء على قنوات دائمة للحوار بين القارة الإفريقية والأوروبية أعلنت تهيئة الكوارث التركية ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى 38 ألفا وأربعة وأربعين قتيلا وعشرات الآلاف من المصابين ونجحت تأفرق الإنقاذ التي شاركت في رفع العنقاذ والركام المتراكم في عدة مدن تركية جراء زلزال في إجلاء أكثر من 216 ألف مواطن من المناطق المتضررة هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن المنظمة الدولية توجه نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا التي تعرضت في 6 من فبراير لزلزال عنيف دعا وزير الخارجيات الإيطالية أنتونيو تاياني نظره الصيني وانجي الذي يزور روما إلى الضغط على روسيا لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا وقال تاياني في بيان صدر عن وزارته أنه يتعين على الصين أن تؤدي دورا أساسيا في دفع نحو السلام وأكد أيضا تاياني أن استقبل وانجي في مقر وزارته ضرورة الضغط على روسيا لتعزيز شروط سلام عادل من خلال دعم الدبلوماسية والعقوبات الفعالة والمساعدات الإنسانية وتحقيق العدلة للضحايا وفق ما جاء في البيان أعلن رئيس الوزراء اليونانية كرياكوس ميتسوكتاكيس توقيع اتفاقيتين جديدتين مع بلغاريا حول تخزين الغاز الطبيعي وبناء خط أنابيب نفط للحد من الاعتماد على موسكو وقال ميتسوكتاكيس بعد محادثاتنا مع الرئيس البلغارية رومين راديف إنه بسبب الوضع الجيوسياسي فإن الحل هو عدم الاعتماد على الوقود الروسي والاتجاه لتنويع مصادر وطرق الإمداد بالطاقة ويهدف اتفاق الشراكة بين وزارتي الطاقة اليونانية والبلغارية إلى ضمان أمن إمدادات الغاز وتخزينه بحسب رئيس الحكومة اليونانية أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أن الطائرات حربية أمريكية اعترضت طائرات عسكرية روسية قرب ولاية ألاسكا للمرة الثانية هذا الأسبوع وأفادت القيادة في بيان أن عملية الاعتراض الروتينية لأربع طائرات روسية بينها قاضفة من طراز تو خمسة وتسعين ومقاتلة من طراز تو خمسة وتسعين تمت يوم الثلاثاء الماضي وأكدت الطائرات الروسية التي بقيت في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح القير يا مصر بعد الفاصل